موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين موسيقى كنا وما زلنا في صدد الكلام حول تفاصيل ما حش به المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه على ما استعرضه الشيخ الأنصاري رحمه الله في المكاسب حول المعنى الرابع لأصل اللزوم في البيع وقد كان المعنى الرابع يفيد أن البيع وضع لغة ليفيد اللزوم وعلى ذلك جرى البناء العرفي والشرعي في البداية المحقق الأصفهاني قدم توضيحا علميا دقيقا للمراد بهذا الأصل هنا في هذا التعريف في المعنى الرابع حتى لا يحصل اللبس في المناقشة فقام في المرحلة الأولى بطرد الأغيار حتى يقول أن المراد به هذا ثم قدم مناقشاته ماذا قال في إيضاح هذا الآصل أو في إيضاح المعنى الرابع للآصل كما أسلفت أذكر فقط حتى أستكمل بعض تفاصيل هذه المناقشة قال أن الأصل عندما نقول الأصل في البيع اللزوم ماذا يعني أن الأصل فيه ذلك يقول أن عندما نقول الأصل في البيع اللزوم فإنا لا نعني به الذاتي في كتاب الكليات بمعنى أن الأصل هنا لا يعني أنه جزء مقوم لما هي البيع لأن الذاتي في كتاب الكليات يعني الجزء المقوم لما هي مثلا الناطقية بالنسبة للإنسان جزء مقوم لإنسانية الإنسان بحيث لو نزعت هذا الجزء لا تبقى تلك الماهية أصلاً تصبح شيء آخر هنا أيضاً يقول أن اللزوم ليس جزء لما هي البيع مقوم ليس جزءاً مقوماً لما هي البيع بحيث أننا لو سلبنا البيع هذا الجزء يعني اللزوم لا يبقى للبيع وجود وأثر فيصبح شيء آخر لا يقول هو ليس جزءاً مقوماً لما هي البيع إنما هو حكم يطرأ على تلك الماهية والأحكام اللاحقة للموضوعات ليست مشكلة لما هي الموضوعات ليس جزءاً فيما هي الموضوعات وإنما أمور تكون طارئة ولهذا هنا اللزوم هو حكم شرعي أو عرفي لاحق بتلك الماهية وهي ما هي البيع إذن هو ليس جزءاً مقوماً لما هي البيع ولذلك لو أننا نزعنا أو فصلنا هذا الجزء لو فصلنا اللزوم هذا الأصل عن البيع يبقى البيع قائماً يعطى صفة أخرى ويعطى حكم آخر لكن الماهية تبقى هنا ذكر إشكالاً ونسبه لبعض الأجلة واعتبره نوع توههم ما هو هذا الإشكال الذي وقفنا عنده ووعت أن أقدم جوابه أشرته إلى الإجابة السريعة أو الرد السريع للمحق الأصفاني في البحث الماضي الإشكال ما هو الإشكال أن الملكية في البيع ملكية في البيع ما هي صاحب الإشكال يقول يقول الملكية في البيع ملكية دائمة مرسلة يعني غير موقعة بوقت ليست لزمن هي بطبيعتها دائما فإذا والبيع هو شنو هو نقل للملكية نقل وانتقال للملكية البائع يملك المشتري المبيع والمثمن والمشتري يملك البائع الثمن فناقل وانتقال للملكية يقول هذه الملكية في طبعها الملكية هذه التي حصلت للبائع أو انتقلت للبائع والتي انتقلت للمشتري هذه الملكية في طبيعتها دائمة غير موقعة بزمن يعني لست ملكية تكون من هذا الزمن لهذا الزمن ثم تنقضي الملكية لا هي طبيعتها دائمة إذا ملك الشخص أو إذا ملك شخص آخر ها معنى أن هذه الملكية دائمة ما يمكن تنزع الملكية هي ليست الملكية الملكية ليست إباحة التصرف إباحة التصرف يمكن أن ينقضي تنقضي إباحة التصرف تكون لزمن معين وليست على نحو الجواز هي في طبيعتها الملكية صاحب الدعوة هكذا اللي عبر عنه المحاق الأصفاني بالتوهم يقول طبيعة الملكية أنها دائمة مرسلة طيب زين هذه الدائمة المرسلة إذا لحظوا إذا أمضيت أمضاها البائع أمضاها المشتري تصبحوا لازمة يعني لا يمكن الرجوع فيها يكون وعدم الإمكان يعني عندما ملك البائع ملك المشتري العين كالكتاب مثلا المشتري ملك البائع الثمن الأموال مثلا فعندما ملك البائع المشتري الكتاب العين والملكية في طبيعتها دائمة غير مؤقتة مرسلة فعندما ملكه إياه البائع ملك المشتري الكتاب طيب ثم أمضا ذلك الإمضاء كيف يكون طبعا الإمضاء إما أن يكون هنا من المشتري أو المشتري البائع أو يكون المراد به الإمضاء من قبل الشارع المقدس إن كان من المشتري أمضى يعني أنه فعلا أعطى وافترق عن المجلس معنى أنه ملكه تمليكا دائما أو أنه الملكية بطبيعتها دائمة فعندما المشتري البائع ملك المشتري هذا الكتاب والشارع المقدس أنضى هذا التمليك يعني جعله لازما يعني قبل به أن يكون دائما لا رجعة فيه فصاحب التوهم الذي عبر عنه الشيخ عبر عنه المحق الأصفهاني بأنه توهم يقول ذلك يقول الملكية بطبيعتها دائما إما أن يكون المراد بال بال بالإمضاء هنا من قبل الشارع أو المقصود عنده أن المشتري أو الباع في حد نفسه أمضى وذلك بالإعطاء بالناقل والإفتراق من المجلس ولعل الأمر الأول هو أقرب أن المقصود به إمضاء الشارع لذلك يعني أمضى الطبيعة طبيعتها العرفية الملكية الدوام والشارع أمضاها يعني لا رجعة فيها يعني يبقى يبقى التمليك دائما لا رجعة فيه معنى أنه قال بأنه لازم لأن اللزوم معنى لا رجوع المحقق الأصفهاني يقول هذا توهم لماذا يقول لإمكان العود إلى الحكم السابق لإمكان العود إلى الحكم السابق يعني لإمكان العود إلى ما قبل التمليك الدائم أو إلى ما قبل اللزوم فبالخيار نعود للوراء أليس بالخيار نعود للوراء ليش لأن بالخيار يكون هناك جواز للرجوع فيقول الدليل على أنها ليست دائمة وأن اللزوم وأن الإمضاء لا يفيد اللزوم بهذه الكيفية إمكانية العود للوراء للحالة الأولى وهذه الأمكانية موجودة حتى في الهبة أيضا مع أنها في الأصل جائزة طيب يمكن الرجوع إلى الحالة السابقة لاحظوا طبعا في الهبة الرجوع سيكون عكسي من الجواز إلى اللزوم في البيع من اللزوم إلى الجواز لاحظوا ماذا يقول يقول وتوهم أن الملكية في البيع ملكية دائمة مرسلة وإمضاؤها لعل المراد به هنا الإمضاء من قبل الشارع المقدس محقق للوزومها هي بطبيعتها الملكية دائمة عندما يملك إنسان شخص آخر شيء أما ملكه هذه الملكية هي تحمل طبع هي فيها هي ذات طبع خاص الطبع هو طبع هذه الملكية الدوام شارع المقدس قال هذا صحيح أمضاه عندما قال صحيح قال الدوام صحيح يعني غير مؤقتة يعني الملكية دائمة لا رجعة فيها هذا معنى اللزوم صاحب الإشكال طبعا هنا يأتي كلام أنه يمكن طبعا المحقق الأصفهاني لم يناقش بهذا الأمر لكن هنا الكلام يأتي في الأصل من يقول أن الملكية هي في طبع ها الأول ملكية دائمة مرسلة ما هو الدليل على ذلك هذا لم يعترض به المحقق الأصفهاني أساسا هذا الكلام هو محل الإشكال هو محل البحث بأكمله في بحث أصل اللزوم في البيع أن التمليك في طبعه هل هو دائم مرسل فعلا أو لا نحن نلاحظ أن التمليك في البيع الهبة ليس دائميا ولهذا يمكن أن يشكل في الهبة بالهبة أصلا أنه التمليك في أصله ما عندنا أصل يقول بأن التمليك في طبعه دائم لأن الهبة فيها تمليك مع أنها جائزة وهي تمليك وليس تباع التصرف فقط الهبة فأين هو الاصل الذي بالهبة هو الاصل إذن ليس دائم أو الذي بالبيع بناء على القول باللزوم هو الاصل فتكون لازمة هذا هم يحتاج إلى تحرير هذا لم يناقش به المحقق الأصفهاني وهذا ينبغي أن يناقش أن من أين قلنا أن الملكية في طبعها دائما مرسلة كيف غلبنا البيع على الهبة لش ما غلبنا الهبة على البيع وقلنا بالتساوي على أقل تقدير كما ذكر المحقق الشهيد تذكرون في حاشيته في هذا المطلب أيضا أشار أشار إلى هذه الجزئية إلى شيء قريب منها أنه لماذا لا نقول بالتساوي في المقام لا يوجد هناك أصل ولا يوجد هناك طبع أولي الملكية لكن بماذا ناقش المحقق الأصفهاني كأنما قبل بهذا الإشكال في الأصل يعني قبل بالمبنى لكن في البناء أشكل قال صحيح هذا ولكن يمكن الرجوع فيها يمكن العود فيها هي صحيح بطبيعها ذلك لكن يمكن العود إلى الحالة الأولى مع أن بطبيعتها الدوام لكن يمكن الرجوع يقول فاسد هذا التواهم فاسد كيف قال فإن إرسال الملكية ودوامها وعدم توقيتها عندما قال له ملكتك هذا الكتاب أو بعتك هذا الكتاب أو نقلت لك هذا الكتاب أو بغير ذلك من الألف طيب يقول فإن إرسال الملكية ودوامها وعدم توقيتها هذا الذي نقول أنه عندما قال ملكتك يعني هذا التملك لا يكون لوقت سنتين أو ثلاثة وربع لا ملكتك يعني شيء دائما يقول هذا التمليك بحسب أو هذا هذا الدوام غير 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 التوقيت بحسب مرحلة الإنشاء والإنضاء لا لا ينافي قبولها للعود إلى ما كان اللي أقول قلت في البداية هنا عندما قال إن الملكية في التواهم قال إن الملكية في البيع ملكية دائمة مرسلة وإمضاؤها محق للزومها قلت أنه يحتمل أنه يريد بالإمضاء هنا ليس إمضاء الشارع المقدس وإنما إمضاء هذا الدوام من قبل البائع والمشتري برضاه برضاهما ونقلهما أيضا للثمن والمثمن هذا إمضاء يعني أنهما أقر باللزوم وليهذا قال هنا قال بحسب هذا عدم التوقيت يعني الإرسال والدوام بحسب مرحلة الإنشاء والإمضاء مرحلة الإنشاء يعني بعتك ثاني قال قبلت والإمضاء وأمضي البائع والمشتري هذا الأمر وذلك بالنقل والانتقال بنقل كل منهما الملكية للطرف الثاني والافتراق من المجلس يقول بهذا الدوام بحسب مرحلة الإنشاء والإمضاء حتى لو أنهما أمضي فعلا الدوام طيب يقول لا ينافي هذا الدوام الذي أنشئ وأمضي من قبل الطرفين لا ينافي قبولها له الملكية للعود إلى ما كان للعود لعدم الملكية هذا ما ينافي يعني لا ينافي العود إلى ليس إلى عدم الملكية الدوام هنا زين بحسب الإنشاء والإمضاء لا ينافي التوقيت أن تكون موقتة فعلا يعني العود إلى السابق عهدها فتكون موقتة لأنها قبل أن تنضب بعد لم تصبح دائمة ما زالت موقتة عندما تم إمضاؤها بعد الإنشاء أصبحت دائمة يقول هذا لا يمنع الكونها في في الأصل دائمة هذا ما يتنافي مع إمكانية الرجوع إلى عدم الدوام إلى التوقيت فتصبح مؤقتة وبالتالي يمكن الرجوع في تنافي كيف يقول فإن الفسخة حل للعقد على ما هو عليه من الإرسال عندما البايع أو المشتري يفسخون العقد ها فإن الفسخة حل عندما يفسخ المعاملة يعني وذلك بالخيار عنده خيار مثل الحيوان أو خيار المجلس أو خيار الشرط فلما يستعمل هذا الخيار استعمل الخيار ومعناه يقول حل للعقد على ما هو عليه من الإرسال معناه أنه عندما المشتري مثلا يستعمل الخيار خيار الحيوان وخيار الشرط وغير ذلك من الخيار عندما يستعمل الخيار معناه أنه رجع إلى عدم الإرسال إلى عدم الدوام يعني الحال التي عليها الحال التي عقد عليها هذا العقد ها وهي الدوام هذه الحالة حلها بالفسخ بالخيار فاصبح عدم دوام عدم ارسال يعني اصبح بذلك العقد مؤقتا يمكن الرجوع لاحظين فيقول اذا يمكن الرجوع لا انه الفسخ حل للعقد عندما يفسخ معناه قال بانه ليس دائما هذا معناه لا انه محدد لاثره كما هو واضح عندما عندما يستعمل لاحظوا دقة التعبير هنا عندما يستعمل صاحب الخيار خياره معناه انه حل العقد وجعله جعله حوله من دائما الى مرسل من دائما الى مؤقت لا انه حدد اثاره عندما استعمل بيّن لنا بان اثر العقد من البداية انما هو كان مؤقت الى حين استعمال الخيار يقول لا الفسخ لا ليس ليس محددا للاثر يعني ليس كاشفا ان مدة العقد انما هي لهذا الوقت لا وانما الفسخ قلب طبيعة العقد من الدوام الى التوقيت فيمكن ان يعود الى حالته السابقة فيصبح غير دائم يقول كيف والملكية في الهبة ايضا كذلك مع ان الهبة الممضات شرعا جائزة هذا اشرت الى العلي اكمل شيئا يتعلق به في البحث القادم نأتي ان شاء الله وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة